السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعداد اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الاول تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنفها من الوحدة السالسة التنوع والتكييف في الكائنات الحية من منهج العلوم لصف الاول الاعداد الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لا يصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب تنوع الكائنات الحية وعلم التصنيف التنوع في عالم الحيوان بتختلف الحيوانات عن بعضها في كثير من الصفات يبقى الحيوانات بتختلف عن بعضها في كثير من الصفات ايه هي الصفات ذي هنا بيقولنا منها الحجم البيئة التي تعيش فيها الشكل طريقة التغذية اول حاجة عندنا الحجم الحجم فيه حيوانات كبيرة الحجم وفيه حيوانات صغيرة الحجم الحيوانات الكبيرة الحجم مثل ايه قال لك الفيل وحيد القرن والخرطيت الجمل بيقول لك الحيوانات صغيرة الحجم امثلة لها الارنب والفأر والسحلية هذه صورة الارنب وهذه صورة الفأر وهذه صورة السحلية البيئة التي تعيش فيها فيه عندنا حيوانات تعيش في الماء وحيوانات تعيش على اليابس الحيوانات التي تعيش في الماء امثلة لها الاسماك الاسماك تعيش في الماء التماسيح فرص النهر هذه صورة السمكة وهنا صورة التمساح وهنا فرص النهر اما الحيوانات التي تعيش على اليابس امثلة لها الحصان الاسد الكلب هنا يجيب لك صورة حصان صورة اسد صورة الكلب بعد كده عندنا التنوع في عالم النبات تختلف النباتات عن بعضها في كثير من الصفات يبقى النباتات بتختلف عن بعضها في كثير من الصفات ايه هي الصفات دي؟ قال لك الطول حجم الاوراق لون الازهار نوع وحجم الصمار اول حاجة عندنا الطول فيه عندنا اشجار طويلة ضخمة واعشاب قصيرة يبقى اشجار طويلة ضخمة واعشاب قصيرة امثلة على الاشجار الطويلة الضخمة زي اشجار الكافور والنخيل يبقى اشجار الكافور وأشجار النخيل هذه الكافور وهذه اشجار النخيل اما الاعشاب القصيرة امثلة لها البرسيم والجرجير هنا ادي البرسيم وهنا الجرجير دي امثلة على الاعشاب القصيرة تاني حاجة معانا حجم الاوراق حجم الاوراق ففيه عندنا نباتات اوراقها كبيرة نباتات اوراقها كبيرة ونباتات اوراقها صغيرة النباتات الاوراقها كبيرة امثلة لها نبات الموز امثلة الاوراقها كبيرة دا اوراق نبات الموز وفيه عندنا النباتات الاوراقها قصيرة مثال لها نبات الملوخية نبات الملوخية اوراق صغيرة التنوع في الكائنات الدقيقة يمتد التنوع بين الكائنات الحية الى الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة إذن الكائنات الدقيقة لا ترى بالعين المجردة وتنتشر في الهواء والماء والتربة ولا يمكن رؤيتها إلا بواسطة المجهر لا يمكن رؤيتها إلا بواسطة المجهر اللي هو المجهر الميكروسكوب المركب لهذا يطلق عليها كائنات مجهرية يطلق عليها كائنات مجهرية طيب إيه هي الكائنات الدقيقة تعرفها إيه قال لك الكائنات الدقيقة كائنات حية مجهرية كائنات حية مجهرية لا ترى بالعين المجردة وتنتشر في الهواء والماء والتربة إيبا هي كائنات حية مجهرية لا ترى بالعين المجردة وبتنتشر في الهواء والماء والتربة للتعرف على الكائنات الدقيقة ودراستها نجري النشاط التالي نشاط فحص قطرة من ماء بركة راكدة فحص قطرة من ماء بركة راكدة الأدوات ماء بركة شريحة زجاجية غطاء زجاجي محلول أزرق المثلين قطارة مجهر ضوء كأس خطوات العمل عندنا ضع قليلا من ماء البركة في كأس واضف إليه قطرة من محلول أزرق المثلين يبقى أول خطوة عندنا نضع قليل من ماء البركة في كأس ونضف له قطرة من محلول أزرق المثلين بعد كده يقول لك ضع قطرة من ماء البركة على الشريحة الزجاجية وغطيها بالغطاء الزجاجي برفق يبقى نعمل ايه أنا أخذ قطرة من ماء البركة بعد من ضفنا له محلول أزرق المثلين وبعد كده نضعها على الشريحة الزجاجية ونغطيها بالغطاء الزجاجي برفق رقم ثلاثة يقول لك ضع الشريحة على منصة المجهر واستخدم العدسة الشيئية الصغرى في فحص العينة وبعد كده كرر فحص العينة باستخدام عدسة شيئية أكبر الملاحظة بيقول لك نرى بعض الكائنات الحية الدقيقة بنرى ايه بعض الكائنات الحية الدقيقة طيب هنا الاستنتاج قال لك يمكن رؤية بعض الكائنات الحية الدقيقة وحيدة الخلية مثل الأميبة واليوجلينة والبراميسيوم يمكن رؤية بعض الكائنات الحية وحيدة الخلية أمثلة لها الأميبة واليوجلينة والبراميسيوم تصنيف الكائنات الحية الدقيقة بتختلف الكائنات الحية الدقيقة عن بعضها في كل من الشكل وطريقة الحركة يبا الكائنات الحية الدقيقة بتختلف عن بعضها في حكتين الشكل وطريقة الحركة ففيه عندنا هنا كائنات بتتحرك بالأقدام الكاذبة تتحرك بالأقدام الكاذبة مثل ايه الأميبة يبا الأميبة مثال للكائنات الحية الدقيقة التي تتحرك بالأقدام الكاذبة وفيه عندنا بتتحرك بالصوت تتحرك ايه بالصوت مثل ليجلينا كائنات دقيقة تتحرك بالصوت وفيه عندنا كائنات تتحرك بالأهداب يتحرك بالأهداب مثال لها البراميسيوم كائنات حية دقيقة تتحرك بالأهداب هنا بيجيك سؤال علم بيعتبر البراميسيوم من الكائنات الدقيقة ليه لانه كائن وحيد الخلية لا يمكن رؤيته الا بواسطة المجهر يبقى البراميسيوم كائن وحيد الخلية لا يمكن رؤيته الا بواسطة المجهر فيجيك يقول لك علل يعتبر البراميسيوم من كائنات الحية الدقيقة عليك نشوف بعض كده نقول لك النوع هو وحدة التصنيف الاساسية للكائنات الحية النوع وحدة التصنيف الاساسية للكائنات الحية وضع العالم لينيوس نظاما للتصنيف الكائنات الحية عرف بالتصنيف الطبيعي يبقى العالم لينيوس وضع نظام لتصنيف الكائنات الحية عرف باسمه التصنيف الطبيعي بالتصنيف الطبيعي وضعه العالم لينيوس واعتبر النوع هو وحدة تصنيف الأساسية للكائنات الحية إذن النوع وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية طيب إيه هو تعريف النوع تعريف النوع بيقولك مجموعة من الكائنات الحية الأقصر تشابها في صفاتها الظاهرية الخارجية والتي يمكنها أن تتزاوج فيما بينها لتنتج أفراد جديدة خصبة تكون قادرة على التكاثر وحفظ النوع يبقى النوع عبارة عن إيه قال لك مجموعة من الكائنات الحية الأقصر تشابها في صفاتها الظاهرية كائنات حية تتشابه في صفاتها الظاهرية اللي هي الصفات الخارجية الكائنات الحية يمكن أن تتزاوج فيما بينها لتنتج أفراد جديدة تتزاوج من بعضها لتنتج أفراد جديدة خصبة الأفراد جديدة الخصبة دي بتكون قادرة بضورها على التكاثر وحفظ النوع هنا أقول لك ملحوظة الإنسان أي كان لونه أو عرقه أو موطنه إفريقياً أوروبياً أسيوياً ينتمي لنوع واحد هو الإنسان ينتمي لنوع واحد اسمه إيه؟ الإنسان عنيك نشوفه نشاط تطبيقي إجمع عدداً من صور الكائنات الحية المختلفة ثم قم بتصنيفها إلى مجموعات وضعها في ألبوم أكتب أساس التصنيف هنا جيبنا التطبيق الثاني بيقول لك صنف الحيوانات الآتية حسب شكلها الظاهري اللي هو الخارجي جيب لك هنا الأرانب القطط الكلاب وهنا جيبنا عن صنفه هنا الأرانب وهنا القط وهنا الكلب فهنا أفضل تصنيف لهذه الحيوانات هو وضعها في ثلاث مجموعات نعمل مجموعة الأرانب ومجموعة القطط ومجموعة الكلاب فتختلف القطط فيما بينها ولكنها تختلف أكثر عن الأرانب والكلاب لذلك يمكن حدوث تزاوك بين أي فردين من نفس النوع مثل الكلاب معا أو القطط معا أو الأرانب معا يبه هنا أفضل تصنيف لهذه الحيوانات هو وضعها في ثلاث مجموعات مجموعة الأرانب مع بعض ومجموعة القطط ومجموعة الكلاب بتختلف القطط فيما بينها ولكنها بتختلف أكثر فين ولكنها تختلف أكثر عن الأرانب وعن الكلاب لذلك يمكن حدوث تزاوك بين أي فردين من نفس النوع أي هما قال لك الكلاب معا أو القطط معا أو الأرانب معا مهما كان الاختلاف بينهم في الشكل أو في الحجم يعني مهما كان الاختلاف في الشكل أو الحجم يمكن لأفراد النوع الواحد أنهم يتزاوجوا من بعض وبيكون الناس للناتج خصبا يعني خصبا يعني قادر على التكاثر من نفس النوع قادر على التكاثر من نفس النوع هنا يقول لك لا يمكن حدوث تزاوج بين القطط والأرانب أو بين الأرانب والكلاب أو بين الكلاب والقطط هنا يقول لك علل لا يمكن حدوث تزاوج بين القطط والأرانب لأنهما من نوعين مختلفين لأنهما من نوعين مختلفين طيب هنا عنديك ملحوظة يمكن حدوث تزاوج بين بعض الأنواع المتقربة في الصفات الظاهرية يمكن حدوث تزاوج بين بعض الأنواع المتقربة في الصفات الظاهرية ولكن الناس ليكون عقيما ولكن الناس للناتج يكون عقيما يعني عقيما يعني غير قادر على التزاوج تطبيق تزاوج الأنواع المختلفة تزاوج الأنواع المختلفة أول تطبيق عندنا عند حدوث تزاوج بين حمار وحشي ذبرة وحمار بري دونكي ينتج أنسى عقيما تسمى ذنوكي ينتج أنسى عقيما تسمى ذنوكي هنا عنديك حمار بري اللي هو ذنكي زاد حمار وحشي ذبرة أنسى عقيما ذنوكي طيب التطبيق الثاني قال لك عند حدوث تزاوج بين ذكر الحمار مع أنسى الحصان وكلهما من نوعين مختلفين فإن النسل الناتج يكون أنسى عقيمة تسمى الباغل بالنسل الناتج أنسى عقيمة تسمى الباغل هنا ذكر الحمار مع أنسى الحصان يدينا باغل نجي بعد كده نشوفه تصنيف الكائنات الحية فهنا يقول لك نظرا للتنوع الهائل في أنواع الكائنات الحية كان لابد من تصنيفها في مجموعات فيقول لك علل لتسهيل دراستها تصنيف الكائنات الحية ليه لتسهيل دراستها ليه للتنوع الهائل في أنواع الكائنات الحية العلم الذي يختص بهذه الدراسة يسمى علم تصنيف الكائنات الحية علم تصنيف الكائنات الحية ايه هو علم تصنيف الكائنات الحية قال لك احد فروع علم الاحياء يبقى علم تصنيف الكائنات الحية احد فروع علم الاحياء الذي يبحث في اوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات الحية يبقى هو احد فروع علم الاحياء الذي يبحث في اوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات الحية ووضع المتشابه منها في مجموعات حسب نظام معين ليه قال لك لتسهيل دراستها يبقى نقول تعرف علم تصنيف الكائنات الحية تاني علم تصنيف الكائنات الحية احد فروع علم الاحياء يبحث في اوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات الحية ووضع المتشابه منها في مجموعات حسب نظام معين لتسهيل دراستها هنا عندنا ايقول لك خطط تصنيف الكائنات الحية الى تصنيف النباتات وتصنيف الحيوانات فهنا عندنا النباتات تم تصنيفها حسب الشكل الظاهري وطريقة التكاصر يبقى النباتات تم تصنيفها حسب الشكل الظاهري وطريقة التكاصر اما تصنيف الحيوانات حسب طبيعة تدعيم الجسم وحسب عدد الارجر في المفصليات وحسب وجود الاسنان في السديات يبقى تصنيف الحيوانات حسب 3 حاجات طبيعة تدعيم الجسم عدد الأرجل في المفصليات ووجود الأسنان في السديات وعندس التصنيف الكائنات الحية بالتفصيل في الجزء الثاني من الدرس فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة